هنا في هذا المكان توجد مأساة لا يعلمها أحد في العشش الصغيرة المبنية من أوراق الموز وعيدان النخيل عشرات من الأسر النازحة نزحوا من تعز هربا من نيران الحرب التي هجرتهم من منازلهم نساء وأطفال ومعاناة ترى ولا تقال هؤلاء النسوة يعملن في جمع عيدان النخيل من أجل بنائي ولو عشة صغيرة تحميهم من حرارة الشمس ومن بين هؤلاء أسرة أمين الذي تقول عنه الإخصائية الاجتماعية بأنه حالة تستحق الوقوف عندها ظروفهم الإنسانية تستدعي ذلك وخاصة الأب بدون عمل وأسرة فقيرة جدا تحتاج مدد العون إليهم والنظار في أمرهم سبعة أشهر وأمين في هذا المكان هو وزوجته وأطفاله هذا هو بيت أمين وهذه جميع مقتنياته منذ إن جاء إلى هذا المكان وهو يعيش مأساته وحيدا وربما يتقاسم الألم مع العشرات من الحالات المشابهة الذين جاءوا معه إلى هذا المكان بعد أن تركوا ديارهم هربا من آلة الحرب التي لا ترحم أحدا ونزحنا بسبب المشاكل هذه وذلك استحبنا من المشاكل مدرنا في المشاكل نزحنا بعمرنا وشلنا العيال حقنا ومشينا وليس في هذا المكان فقط فهناك المئات من النازحين الذين يحملون المعاناة ذاتها معاناة النزوح ومأساة التشرد والهروب بحثا عن مكان آمن لا يسمعون فيه أصوات المدافع ولا الرصاص لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر